مزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم خالد الفكي الكاتب الصحفي والباحث السياسي سيد خالد مرحبا بحضرتك لو تحدثنا إذن عن آخر هذه المستجدات وآخر البيانات المتعلقة للقوات المسلحة السودانية والاتهامات للميليشيات ميليشياء الدعم السريع نعم يعني مهاركم سعيد أعتقد أن الجيش السوداني رفع عدد من المصادر وشهود العيان هو الآن إحقق من التاراق كبيرة منذ الرابع من فجر اليوم اندلعت عدد من السلاكات العنيفة مع الدعم السريع ويتطاع الجيش أن يحاصر الدعم السريع أكثر من المنطقة وأن يلاحقه سواء كان في منطقة بوبر حيث أنه تم تدميره في الدعم السريع والتقديم سلاحة الإجراء وذلك أيضا هناك في مناطق جنوب الخطوم في محيط معسكر دعم السريع بأرض المسكرات حيث اضطرت هذه القوة أن تنسيح وتحتل جامعة تفريغية قصة كلتي الشريعة والطيب وقامت في داخليات الطلاب الذين عجرواها منذ اجتباع الاشتباكات فإذن الدعم السريع وقواتي الآن هي تلوز بالمقاعد والمستشعات هل هناك صعوبة في تتبعهم ومتابعة تسللهم إلى داخل هذه المناطق في الخرطوم؟ نعم 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 أعتقد أن المشكلة الرئيسية التي تواجه الجيش أنه الآن ما كان السريع هو يحكم بالأحياء السكنية لأن هذه المناطق التي أشط إليها وكانت جامعة تفريغية أو الكليات الملحقة بها هي في محيط مساكن شعبية ضخمة جدا عدد من الأحياء الشعبية سواء كان في شرق جنوب الخرطوم سواء كان حي المجاهدين أو حي المعمورة أو الفردوس أو الكويت أو الأسري أو المغاز فإذن هم الآن يكاد يكونون في وسط السكان تماما فيصعب التعاون معهم إلا من خلال استخدام وسائل احتراسية في الجيش الثاني حتى لا يتم إلحاق الضرر بالمواطنين والسكن فبالتالي أعتقد أن الآن هناك محاولات من الجيش لسلزف هذه القوات ومحاصرتها وتضييط عليها القناة فالإذن الآن بعد معركة القصري والسوق العربي التي تم قطع الطريق التعامل السريع من خلال إخلاء وإجبارهم على الانسحاب من حراء الكبير من الكتازات سواء كان في شوارع رئيس بيسر سيد عبد الرحمن أو الجمهورية أو الجامعة وطبيعة القناة عليهم في أجزام حدودة ذات القصر الجمهوري أعتقد أن عز الكبير منهم الآن اضطروا الانسحاب في طريق الخروج في طريق الخروج من الخطوم بشارع البيت القتم في محاولة للإحكاد وتجميع الصفوف في محاكتر الدعم السريع الموجود هناك في جنوب الخطوم الآن نشأ هناك طلعات جوية الملاحظة هذه القوات التي تحاول أن تنسب في اتجاه البيت القتم أو في شارع المطار أو في شارع الستين هذه محاولة إستماع الصفوف بالتالي بشكل الجيش الرئيسي هو احتمال هذه القوات بالأحياة السكنية واتخاذ المواطنين كدروع بشرية في عدد من الأحياة فبالتالي يضع هذه المواقع بالطيران إلا من خلال قوات الموجودة التي يستخدم الماجهة منها تنشط يعني يبقى على الجيش يسارع القطرة في مجرد عدد كبير من قوات المشاء لملاحظة هذه القوى الآربة من عدد من المواقع لأنها الآن بعد عشرين يوم بدأ أن نعملها وأنها الآن يعني عدد كبير من قواته يعني استثلاف أو ترقى مكانه أو غير موقعه وبالتالي هم الآن يعانون من عدد موجود خط إيجاد مستمر وإيجاد ممكن أن يقاوم وإيجاد لهم يعني يعني تبور في شكرا نعم شكرا جزيلا لك خالد الفكي الكاتب الصحفي والبحث السياسي من الخرطوم أشكرك جزيلا الشكر